السلام عليكم مراجعة جديدة لأحد قصص عالم مارفل السينمائي ضمن منصة ديزني بلس خطة ديزني هي تقديم أعمال سينمائية في نفس الوقت تقديم مسلسلات لعرض قصص بعض الشخصيات عن طريق منصة ديزني بلس شفنا بداية السنة وان ديفيجن والدور الآن على فالكن و وينتر سولجر لكن من البداية إذا أنت شخص غير ملمبي عالم مارفل السينمائي أو على الأقل ما شفت انفينيتي وور ويند جيم وقف لا تشوف المسلسل ولا حتى تشوف المراجعة لأنه هذا المسلسل بيعتمد اعتماد كبير جدا على معرفة الأحداث وصولا لما بعد اند جيم نبدأ بالقصة اللي بتبدأ أحداثها مباشرة بعد انتهاء الحرب مع ثانس بعد وفاة توني ستارك وبعد رجوع ستيف روجرز كابتن أمريكا عبر الزمن لإرجاع الأحجار الكونية رجع وأستقر في الأربعينات مع حبيبته كارتر وزي ما شفنا انه يحيش هناك ويعيش فترة بالكامل من الأربعينات وصولا للمستقبل ولحاضر عالم مارفل ويقابل فالكن وينتر سولجر وشوفنا ستيف روجرز هنا كان عجوز كبر في السن فما يقدر يكمل ويصير كابتن أمريكا وهنا يدي الدرع اللي سام فسام الآن أو فالكن من المفروض أنه يصير كابتن أمريكا الجديد لكن الموضوع مو أبدا بهذه السهولة وهذا اللي يجيبنا لأهم جوانب القوة في هذا المسلسل واللي هي المقومات الخاصة بالقصة لما شفنا نهاية اند جيم وشفنا نهاية ثانس كمان كلنا اتحمسنا مع نهاية هذا الخطر لكن في سؤال مهم جدا إيش الوضع الحالي في كوكب الأرض لأن البشرية في كوكب الأرض وبعد أحداث انفلتي وور وإند جيم ما صارت موجودة زي زمان في لحظة ثانس أنهى نصف الكوكب قتل نصف البشرية أو أخفاهم وفي لحظة ثانية بعد خمس سنوات رجع هذا النص مرة ثانية لكوكب الأرض لكن هل حيرجع كل شيء زي ما كان بهذه السهولة؟ الناس دي اللي رجعت بعد خمس سنوات هتروح لفين؟ هتجلس عن مين؟ أزواجهم لسه منتظرينهم أو اتزوجوا أزواج آخرين؟ بيوتهم لسه موجودة أو انباعت؟ فكوكب الأرض بالكامل بيعاني من هذه الكارثة بيعاني من هذه المعضلة إيش يعمل مع السكان اللي رجعوا بعد خمس سنوات؟ فهذا الشيء ومن الطبيعي ينتج عنه مقاومة سواء كانت مقاومة سلمية أو مقاومة إرهابية زي ما هنشوف في أحداث المسلسل في نفس الوقت احنا شفنا كابتن أمريكا شفنا ستيف روجرز بيضي الدرع لسام لكن ما شفنا إيش ممكن يصير مع سام هل هو مستعد يصير كابتن أمريكا الجديد أو لا؟ أنا ما نعرف أي شيء عن سام للآن هذه حقيقة ظهر معنا في عدة لقطات وعدة مجاهد خلال الأفلام بس ما نعرف تاريخه بالكامل ما نعرف ظروفه الاجتماعية ولا ظروفه النفسية ولهو مستعد يصير كابتن أمريكا الجديد أو لا؟ هير شخصية باكي كيف حياته حتصير بعد ستيف روجرز؟ كيف حياته حتصير بعد رفيقا لعمر؟ كيف حياته حتصير بعد الرجل اللي قدر يرجع له حياته ويرجع له عقله بعد ما نغسل مخه بالكامل من هايدرا؟ كيف حيعيش مع نفسه بعد كل الأحداث الكبيرة بعد ما هدية المواضيع هل حيقدر يغفر لنفسه كل الأخطاء اللي سواها أو لا؟ فزي ما قلت قصة المسلسل عندها المقومات والأساسيات الكاملة لتقديم قصة مميزة والأهم كعادة مارفل اللي تم التعامل بالقصة عن طريقة الوزنية الخاصة فيهم والوصفة السحرية بدمج الدراما مع الكوميديا والأكشن جانب القوة الثانية هو بهور شخصيتين كان لهم دور جميل جدا في الأحداث الشخصية الأولى هي شخصية جديدة لها دور مفصلي في تحديد مصير كابتن أمريكا الجديد والشخصية الثانية هي شخصية سبق وظهرت في أعمال مارفل السابقة رجعها هنا الآن كان مهم ومفصلي والأهم إن الممثل اللي يقدم هذه الشخصية شخصية يعجبني جدا تمثيله رائع وغالما بيعطينا الأداء الشرير الممزوج بالكوميديا بطريقة جيدة هتكلم عن الشخصيتين أكتر في فقرة الحرك جانب القوة الثالثة واللي يتوقع الكل كم متوقع والكل كم منتظره هو جوانب الأكشن وكل الأمور المرتبطة بالأكشن من CGI وقتالات وحتى الموسيقى يمكن في بعض الإخفاقات أو على الأقل جودة متوسطة في CGI في بعض الأحداث لكنها مقبولة جدا جانب القوة الأخير واللي كان على الحافة بإنه يكون عادي أو يكون قوي قررت أني يكون قوي أني فعلا استمتعت فيه وهي الكاريزما بين وينتر سولجر وبين فاطن اللي ساعد الكاريزما أنها تكون واضحة وتكون جيدة أنه سبقوا شفناهم أصلا في عالم مارفل السينمائي فإحنا بنبني على أساس موجود من السابق هذا يجيبني الآن لجوانب الضعف جميل لما يتم إسقاط العالم الواقعي ومشاكل العالم الواقعي داخل قصة خيالية لأنك بتضرب عصفورين بحجر واحد أولا إنك بتسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية اللي بنعيشها في واقعنا ثانيا بتقدم المتعة في نفس الوقت لكن من المهم جدا أنه تسليط الضوء ما يكون بشكل مباشر ولا يكون بأسلوب وعضي أنه يكون مدمج بأسلوب القصة بطريقة سلسة ما أظن أنه هذا المسلسل قدر أنه يقدمنا هذه الوزنية لأنني أنا أظن أنه هذه المواضيع اللي تم تطرق ليها من خلال قصة المسلسل صارت مستهلكة مؤخرا فجانب المتعة قل بشكل كبير لأنه يا ما شفتها في القصص الحالية قضايا زي العنصرية وزي اللجوء قضايا سامية قضايا مهمة وجزء من النسيج الاجتماعي العالمي فالتطرق ليها من خلال أي قصة أمر طبيعي لكن الكيفية هي السؤال هذا المسلسل قدم التعامل مع قضايا العنصرية وقضايا اللجوء بطريقة مملة جدا ولو سبنا هذا الموضوع على جنب الشر يا رجل أساس قضايا السوبر هيرو الشر في هذا المسلسل كان جانبي ولأبعد درجة جميل جدا أنك تحاول تقدم المنطقة الرمادية بين الخير والشر لأنه ما يكون عندك خير مطلق ولا يكون عندك شر مطلق ودائما تخلينا نحوم في المنطقة الرمادية بس إحنا اللي نحوم ما تقولنا نحومه في المنطقة الرمادية أنت وريني الجهات كلها وخليني أنا أحكم وإني أقول أنه ما في شر وإني أنا اللي أوصل للنتيجة أنه الكل مظلوم مو أنك أنت تقولها صراحة وعلانية للمشاهد حتى الجانب الشرير أو الأفراد اللي بيحاربوهم أو بيواجهوهم فالكن وينتر سولجر كانوا حاديين جدا ما حسيت منهم بأي خطر على العكس الشر الداخلي بين الجنود وبين الجانب اللي المفروض يكون جانب الخير جانب الشر اللي كان موجود فيه كان أمتع وأفضل لكن الطهمة الكبرى كيف انتهى المسلسل؟ نهاية باردة متوقعة مملة مليئة بالمواعب وبعيدة عن الواقعية بشكل كبير جدا مسلسل عنده كل المقومات اللي لو تم استغلالها بشكل جميل تممكن يقدم لنا قصة والأروع لكنه فشل في تقديم العديد من هذه المقومات الأجندة والأفكار الوعاضية طغط على السيناريو بشكل كبير مما أدى إلى أداء باهد جدا من المثلين خصوصا شخصية سام تقييم من المسلسل هو 6 من 10 أتكلم الآن على جوانب الحرق في قصة المسلسل فلما شفت المسلسل الآن ووقف هنا أولا كده ومن البداية أنا مني مستوعب ليش سام ما أخد الدرع الخاص بكفتن أمريكا ومن البداية يعني لو جابونا مثلا في البداية إن الحكومة الأمريكية هي اللي راضة تد الدرع لأنه هو شخص ذو بشرة سوداء وتبغى تعطيه لرجل تاني حفاظا على التاريخ على الإرث البيض بينهم يحملوا هذا الدرع كان ممكن القصة تكون شوية أجمل كان ممكن نشوف إنه سام زعلان وبطل إنه ياخد الدرع لأنه شاف هذه المحاولات اللي بتبعده عن حملة درع أساسا كم منها ممكن يكون شيء مثير الاهتمام وكان ممكن استغلال هذه الأحداث بتقديم قضية العنصرية بشكل أجمل لكن رفضه لحملة الدرع من البداية أنا على الأقل بالنسبة لي ما أدري عنك كم مشاهد أنا مرتبط معها أبدا وشايفها أسباب سخفة عشان يورونا جوانب أخرى من العنصرية داخل أمريكا يا ما شفناها في العديد من الأفلام والمسلسلات مو ضروري أن أشوفها كمان في قصة سوبر هيرو هنا أنه ما ياخد قرض من البنك وأنه رغم من الموظف اللي في البنك بيتصور معاه وشايفه قيمة عليا لكنه مراضي يعطيه قرض أمر جانبي أمر مستهلك ريني المواقف اللي ممكن يتعرضها بأنصرية وهو كابتن أمريكا من الشعب ومن الحكومة يعني مثلا أنا حبيت جدا لما انجابوا لنا هذا الجند الأسود العجوز وكيف أنه أصلا إنسان عنده قوة خارقة وكيف همشوه وكيف أحطه عليها العديد من التجارب كيف نسجن هذا الجانب جميل ورونه هذا الجانب أكثر من جانب ثاني موضوع اللجوء قضية قوية موجودة اليوم في العالم العديد من الدول بتعاني من هذا الموضوع وإنك تجيب ناس أختفوا بعد خمس سنوات ورجعوا فجأة ما عندهم بيوت ما عندهم دول بيؤدي أن نتكلم عن هذا الموضوع يكون شيء أساسي من القصة لكن مين القائدة في هذا الموضوع؟ جبتوني بنت صغيرة مترددة خايفة ما عندها قيم واضحة دايما تتردد إيش هو الصح من إيش هو الغلط شيء الوحيد اللي في صالحة إنها جندية خارقة ما في أي ذكاء واضح ما في أي تخطيط مسبق هذا الشيء قتل الحماس بشكل كبير ما حسسني بالخطر أبدا من هذا المنظمة اللي الرهابية لكن اللي يقهر في الأخير خطبة الجمعة اللي ادالي هي فالكون أو الكابتن أمريكا الجديد اللي بيحارئ أو بيدافع فيها على هذه البنت وكيف أن الظروف هي اللي وصلتها وخلتها إرهابية لا يا شيخ طب الظروف هي اللي وصلت كل الإرهابيين وكل المجرمين على اللي هم فيه ما أولو داعي تزرع هذا الشيء في دماغي لو تم تقديم الأحداث بطريقة سلسة في المنطقة الرمادية من غير رسائل وعضية كان أنا في الأخير لحالي قلت حرام البنت ما تستاهل اللي كانت فيه لأنه عندها حق بتدافع عن أمر مهم جدا بس ما سفتوا مجال أبدا لهذا النقاش فشلوا في زرع الشر في القصة فشلوا في زرع الشخصيات الشريرة أو على الأقل بناء الجسر ولو بسيط من التعاطف معاهم جانب آخر ممكن نشوفه سخيف بس هو من الأساسيات اللي موجودة في كل أفلام السوبر هيروز البدلة حق تفالكن سيئة أنا رحت اتأكد وشفت الكوميك إذا كانت البدلة هي بنفس الطريقة ولا لا فعلا هي نفس البدلة اللي في الكوميك بس مو دائما في أفلام السوبر هيروز شفناها في كثير الشياء بداية من سوبرمان وغيرهم ما ياخدوا البدلة زي ما هي لأنه الكوميك لو ستايل والأفلام الحقيقية المفروض لكلها ستايل مختلف لون الأبيض الفاقع مع الفتحة اللي موجودة في الراس مع كيفية بروز الشعار اللي موجود في البدلة كان غير احترافي أبدا كأنهم أخدوه من كوميك كون وجابوه على المسلسل لكن على الجانب الإيجابي أنا حبيت كل حاجة في جانب جيمي ووكر ليتغلغل في الجوالب النفسية لهذه الشخصية كيف أنه موضوع صعب جدا أنك تكون خليفة كابتن أمريكا كيف أنه أصعب وأصعب تكون خليفة ستيب روجل صاحب المبادئ والأخلاق العالية كيف قوة التحدي بين الشخص ونفسه وإغراءات الحصول على قوة أكبر كيف قوة التحدي بين الشخص ونفسه وأنه ينصاع تحت المغريات تحت أي ضرف من الظروف وأنه يستخدم هذه القوة في الشر لقطة نهاية الحلقة الرابعة وقتله لهذا الرجل الأعزل كانت من أجمل اللقطات الموجودة في المسلسل هنا هو التعريف الفعلي للمعضلة الأخلاقية من غير ما يعطينا هي بطريقة وعظية تمنيت استغلال الشخصية بشكل أكبر لأن الشخصية كتابة وتمثيلا كانت ولا أرواح من ناحية ثانية زيمو يا أخي شخصية بطلة شخصية رهيبة أولا هذا المثل يعجبني جدا غالبا أدواره بتكون رهيبة غير وجوده في هذه القصة كان رائع أولا بيدمج بين عالم سوبر مارفل أو عالم مارفل كلها ببعض بيدمج وكاندا بيدمج اللي صار في الأفلام القديمة بيدمج القصة الحالية عن طريق شخصية فعلا هي انسجنت وإنه يستغل لهذا الاستغلال كان أمر جيد غير نوع كان السبب الفعلي والمصدر الأساسي للكوميديا الجميلة اللي صارت في الحلقات الثانية أظن والثالثة والرابعة النقيض من سام اللي ما عجبني أبدا خلال المسلسل باكي كان عنده جانب أروع لكن برضو ما تم استغلاله مع أنه باكي عنده العديد من الجوانب النفسية المحقدة كيف يقدر يعيش مع نفسه كيف يقدر يسامح نفسه كيف يقدر يصلي على الغضب وكل غسيلة المخ اللي كان عايش فيه والأهم حتى في الحلقة الأخيرة لما نقدر أنه يواجه الماضي تبعه ويروح لأبه هذا الشخص اللي قتله الرغم من التمثيل الجميل لشخصية باكي لكن انتهت بصرحة ما عشناها بالكامل في نهاية الحلقة يريد تشاركني بالتعليقات رأيك في مسلسلات مارفل للآن وهل أنت متأمل للمسلسلات القادمة أو لا الآن معاكم ماهر موصلش إن شاء الله حلقة جاية